لا تحتاج صور كهذه إلى إفاظة الشرح وحدها اللجنة الطبية من وصفتها بالكارثة وربما المأساة في تعز تتفقم الحالة الإنسانية وتلقي بفضاعتها على القطاع الصحي في أقسام المستشفيات العاملة والمتهالكة تسمع أنين أطفال ينهش الوجع أجسادهما النحيلة دونما أي حيلة للتخفيف من ألمهم فالمنظومة الصحية باتت معطلة بفعل القصف المدفعي والصاروخي المستمر حالة يبدو أنها ستستمر ما بقي القتال مشتعلا في المدينة وتعذر تأمين الممرات الإنسانية لدخول المساعدات يقول الأمين العام لنقبة الأطباء صادق الشجاع إن 37 مستشفا أغلقت أبوابها من أصل 45 مستشفا حكوميا وخاصا فيما بقيت تعمل فقط بعض الأقسام المدعومة من منظمات خارجية لا يقتصر الوضع على إغلاق معظم المشافي والمراكز الصحية أبوابها أمام المرضى والجرحة بل وصل الأمر إلى حد وقف مستحقات الكادر الطبي نفسه يؤكد أمين عام نقبة الأطباء أن غالبية الكادر الطبي في المدينة لم يستلم مستحقاته الشهرية منذ شهرين تقريبا إضافة إلى نقص الأدوية والمستلزمات والمشتقات النفطية وفي ظل غياب الخدمات الصحية بعد إغلاق عدد من المستشفيات باتت هذه المؤسسات والمراكز عاجزة عن تلبية احتياجات السكان ما تسبب بظهور حالات سوء التغذية وانتشار بعض الأوبئة والأمراض ومنذ كسر الحصار الجزء على خط الضباب غرب المدينة ظل السكان يأملون في دخول المساعدات الطبية إلا أن أملهم لم يكتمل بعد بل زادت خيبات أمل الكادر الطبي الذي لا يزال يعمل في ظل الظروف الراهنة وتكالبت عليه الضغوط خصوصا بعد عودة بعض النازحين إلى منازلهم لا يسمع في تعس والأنين وصرخات الاستغاثة فيما تصم الحكومة عبر وزارة الصحة أدنيها أو بالأحرى تبدو عاجزة عن إنقاذ المستشفيات والمراكز الصحية من الانهيار وتكتفي فقط بالتصريحات واللعوت بينما اكتفت قيادة المحافظة بتشكيل لجنة طوعية للإشراف على احتياجات المستشفيات العاملة وهي مستشفيات توشك على الإغلاق بعد توقف معظم أقسامها اشتركوا في القناة